طبعاً هو القانون أو الدستور لما وضع الهيئة الوطنية للانتخابات خلاها هيئة مستقلة لها تشكيل مكون من عشر أعضاء هذا التشكيل كله قضائي اثنين من قضاء محكمة النقط اثنين من قضاء الاستئناف اثنين من قضاء مجلس الدولة اثنين من مشتري هيئة قضاء الدولة واثنين من مشتري نيابة الإدارية في أول الإنشاء كان المشرع ابتغى أنا أسف طبعاً هتكلم بالقانون لأنها برضو خلفتي قاضي المشرع ابتغى أن يحصل في أول تعيين لمجلس الإدارة أن يكتزق ثلاث سنين ويحصل اقتراع ما بينهم خمسة يغادروا وخمسة يتقدموا للجلوس خلال الفترة بعد أول اقتراع بيتم احتساب ست سنوات لكافة الأعضاء يعني الثلاثة الخمسة الأولانين اللي استبقوا في الجلوس بيكملوا ثلاثة كمان فتبقى ست سنين عندنا وضع معين تم ألا وهو وفاة المغفور له المشار لاشين إبراهيم رحمة الله عليه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ومكانه فضل خالي فضلا عن المشار فارس سعد نايم رئيس مجلس الدولة قدم استقالته له وجوده أو تعيينه بالمجلس الخاص بمجلس الدولة وبالفعل تم استكمال تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في شهر يونيون اللي هو السابق وتولى السيد المشار أو القاضي الجليل وليد حسن حمزة نايم رئيس محكمة النق رئيسة الهيئة الوطنية للانتخابات وبصحبته السيد الزميل مرد بفكري نايم رئيس مجلس الدولة وعضو مجلس الإدارة استكمالا لمدة سابقية وبالتالي ويصدر قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة مرة أخرى ومن هنا وبستسمحكم أن أنا أشكر كل أعضاء مجلس الإدارة المدة جلوسهم اكتملت وتم هيتم إن شاء الله إضافة خمسة من السادة أعضاء الهيئة والجهات القضائية للمجلس الإدارة بتشكيل جديد اعتبر من 9 عشرة فبشكر السادة المشار وليد حسن حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس معكمة النقد لاستكمال مدته وسيد المشار ياسر السيد رئيس استئناف القاهرة عضو مجلس الإدارة لاكتمال مدته وسيد المشار مراد فكري نائب رئيس مجلس الإدارة نائب رئيس مجلس الغيب لاستكمال مدته وسيد المشار عبد السلام محمود نائب رئيس هية قضايا الدولة لاكتمال مدته وسيد الدكتور محمد أبو ضيف نائب رئيس النيابة الإدارة لاكتمال مدته وهنا الفرق ما بين اجتمال البدة عدو ستسنين أما وليد بي ومراد بي استكمال البدة فأنا بشكرهم وفعلا هيحصدوا القرار جمهوري بتشكيل جديد أنا بشكر حضرتكم جدا وبدعوكم يوم 25 المؤتمر بإعلان الجدول الزمني شكرا 25 تسعة 25 الاثنين الجاي